وصف المؤرخون يابرين بأنها بوابة ربع الخالي لما تحمله من تاريخ طويل يرجع إلى بقبل العصر الإسلامي وبحسب المراجع التاريخية كانت يابرين مركز تجمع وقاعدة للمؤسس البلك عبد العزيز ورجاله بعد خروجهم من الكويت متاجها لفتح الرياض خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع يابرين هذه الواحة الواقعة في بر الأحساء الغربي الغنية بالزراعة والمياه والغنية بالنفط من هذه الواحة انطلق المؤسس جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراء لتوحيد المملكة العربية السعودية يابرين طال عمرك كانت ميناء تجاري مهم كان أول ما توجد سيارات ولا توجد طائرات ما فيه إلا القوافل وكانت تجي القوافل من خليج عمان وتجي في يابرين وتمشي إلى الإمامة كانت يابرين حضارة قبل 3000 سنة وفيها مدافن وفيها أذار تثبت الشيء هذا الملك عبد العزيز طال عمرك جاء من الكويت إلى يابرين والملك عبد العزيز هذا رجل سياسي ورجل محنك في وقت كان لا يوجد فيه لا جامعات ولا علم لأنه جاء له هدف أنه يعيد ملكة باءه واجداده فجاء إلى يابرين واستقر فيها تقريب ثلاثة شهور وكان مصاهرناه ومناسبناه المرضى في زوجه بنته صبرة صبرة المرضى الشيخة صبرة جدت من جداتي وصبرة هي النخوة اللي نعتزيبها تعرف لو قالوا لك ما ذلك المرضى قالوا أخوان صبرة فالملك عبد العزيز جاء هنا واستقر وأول مجلس عقده قبل فتح انطلاقته للرياض في يابرين هنا مع مرافقه ورافقه عددا من أهالي يابرين كما يتبع لشرطة يابرين أربعة مراكز رئيسية مركز الخن ومركز أم أثلى ومركز الحفاير ومركز يابرين بوابة الربع الخالي هكذا يحب أهلها أن تسمى حيث يجد فيها المارة الماء والظلة والراحة محمد المزيدي الإخبارية يابرين